السلام عليكم معكم علي أهلا وسلم بكم درسين جديد تكلمنا في فيديو سابق عن future مستقبل باستخدام will will plus infinitive يعني will والفعل بالمصدر أو بالتصريف الأول للفعل أيضا قلنا في عدنا عدة حالات للتحدث عن المستقبل اليوم في هذا الفيديو أتكلم عن الحالة الثانية التي ممكن أتكلم فيها عن المستقبل باستخدام I'm going to الفعل بالتصريف الأول كما قلنا سابقا بشرح أي زمن باللغة الإنجليزية يجب أن أعرف أنه سبع أشياء form كيف يشكل الفعل use متى استخدم هذا الزمن general rules قواعد عام عن هذا الزمن question أيضا سؤال short answer عندنا إجابة قصيرة negative النفي وعدنا adverse الظروف إذن يجب أن أعرف كل هذه الأشياء السبعة عن كل زمن بشكل مرتف حيث أنه بيكون عند الزمن شكل سهل أتعامل معه وأستخدمه كتابة أو حديثة نبدأ أولا بالفعل بشكل الفعل عندما أستخدم be going to verb 1 يشكل المستقبل وهي الحالة الثانية لتشكيل المستقبل قبل درسنا well والفعل verb 1 أو نسميه الفلتر اليوم كما قلنا نتكلم عن be going to verb 1 بي أقصد بيها am is are بعدين going to وضيف الفعل بعد to يكون الفعل بالإنفينيتف إنفينيتف يعني المصدر يعني بالمضارع بدون أي إضافة اللاحظ he is going to buy a new car لو سألنا شخص وين الفعل بالجملة ممكن يقول لي buy وهذا خطأ ممكن going الفعل وهذا خطأ الفعل في الفيوتر بهذه الحالة بيكون مكون من أربع أجزاء الجزء الأول هو is بيكون be going الجزء الثاني to الجزء الثالث by الجزء الرابع إذن أربع أجزاء is going to buy إذن هذه الفعل سويتها buy نسميها man verb إذن فعل رئيسي للجملة إذن فعل رئيسي للجملة لنقول he is going to a new car لكون الجملة هنا نخص المعنى يجب أن نستخدم فعل رئيس ليعطي معنى للجملة أو للفعل is going to buy إذن سوف يشتري سيارة جديدة نترجم is going to سوية بسوف أو س والفعل buy يعني سوف يشتري إذن هذه الكلمات دائما تكون مع بعض يكون عندنا is أو am أو are بعدين الفعل go i and g طبعا تأتي مع أسوية مع بعض going غالين to هالتركيم هذا is going to نترجمه سوف مثل الجزء الأول is going to هو يقابل well إذن ثلاث كلمات هي بمعنى well سوف he is going to buy a new car سوف يشتري سيارة جديدة إذن شكل الفعل ب future بالمستقبل سوف يكون عندنا be بعدين going to والفعل بالإنفينيتيب المصدر يعني بالمباراة يعني نقصب به هو اللي يجب أن يكون بالمصدر يعني المباراة نقصب به أنه بدون أي إضافة إذن الأصح نتكلم ب infinitive ب المصدر بدون أي إضافة الاستخدام الأول لين future المستقبل be going to verb 1 إذن أربع أجزاء كما قلنا to make a prediction about a future event because of something we can observe now ليه نصنع تنبؤ ليه نتنبأ عن a future event حدث مستقبلي كيف because of بسبب of something بسبب شيء ما we can observe now شيء ما نراحظه الآن يعني شيء نراحظه الآن نتنبأ في المستقبل سيحدث شيء آخر مثلا their mom is going to have a baby يعني ستولد أمهم طفل وسيكون عندها طفل لماذا because she is pregnant لأنها حامل معاونا لاحظنا أن هي حامل pregnant معاونا سيكون عندها طفل إذا نتنبأنا على حدوث شيء معين اعتمادا على شيء نلاحظه الآن في هذا الوقت نلاحظ شيء في هذا الوقت لذلك نتنبأ بحدوث شيء في المستقبل بنائنا على الحدث الحالي أو الملاحظة الحالية their mom is going to have a baby ستولد أمهم طفلا اعتمادنا على أنها حامل look at the sky انظر إلى السماء is going to be nice and sunny and sunny ستكون جميلة ومشمسة لماذا؟ اعتمادنا أن السماء no clouds لا يوجد غيوم والجو يكون صافي مع توقعنا وتنبأنا is going to be nice and sunny إذن الاستخدام الأول نتنبأ بشيء بالمستقبل اعتمادا على مراحظة في الوقت الحالي الاستخدام الثاني للمستقبل بيستخدام be going to verb 1 to express an intention to do something نعبر عن نية لفعل شيء ما يكون عندنا نية لاخدنا لنقوم بشيء معين the player is going to help them اللاعب سيساعدهم أو سيساعدهم اللاعب اللاحظة الفعل is going to help إذن أربع أجزاء إذن في رية للعب سيساعد هؤلاء الأشخاص إذن هاي intention في نية مقصودا I'm going to buy a new car سأشتري سيارة إذن عندي نية اللاحة أشتري سيارة متأكد أن أشتري هذه السيارة إذن في عندي مال معين يكفي لهذه السيارة إذن خلاص متأكد I'm going to buy a new car إذن عندي نية أن أشتري هذه السيارة إذن الاستخدام الثاني للفيوتر إذا كان عندي intention نية لفعل شيء ما general rules قواعد عامل بنسبة لزمن هذا كما قلنا be going to verb 1 أربعة أجزاء be رح تكون am is are إذن تحت قائمة be بعدين عندنا going to والverb 1 فعل بالتصريف الأول إذن جزء الأول الثاني الثالث والرابعة كما نعرف I تأخذ am I am he she it is he is she is it is we you they we are you are they are حالي لسبة الام و is و are ممكن اختصرها اختصر am الشكل هذا نحضر في حرف ال a is ايضا apostrophe is are ايضا احدف ال a تصبح apostrophe بهذا شكل هذا إذن عدنا I am اكتبها او اكتبها I am he is اختصرها he is we are اختصرها where إذن متابل هذه الملاحظة ومن الأفضل دائما بكون اختصرها بترجم am going to sofa أو is going to sofa are going to sofa إذن جميعهم بمعنى sofa لكن استخدم am مع I إذن جميع نفس الترجمة دائما وأبدا أول ثلاث اجزاء سوف أو سا إذن معن لا ترجم شكل وحادي أو ثنائي أو ثلاث لا دائما ثلاث اجزاء بترجم هم سوف الفعل بعدها الحسب الفعل بيكون مثلا I am going to eat سأ أكل وهكذا لا نقول ذاهب أو وهكذا إذن دائما I am going to is going to are going to ترجم سوف لتشكيل سؤال بالفترة فقط نضع am is are في بداية الجملة ولا نعمل أي شيء ثاني فقط is am are في بداية الجملة نضع كوستش المارك He is going to wash the dishes سوف يغسل الصحون نلاحظ هذا الفعل كما قلنا is going to ونترجم is going to ثلاثة اجزاء سوية سوف أو س سوف يغسل He is going to wash the dishes فقط نضع is بداية بداية الجملة تصبع is he going to wash the dishes هل ونترجمها هل سيغسل هل سوف أو هل س فقط وضعنا is في بداية الجملة نهاينا بعلامة استفهام كما قلنا سابقا فقط زمانين هما present simple والpast simple نحتاج إلى do does did باقي الأزمنة لا نحتاج لأي من هذه الفعل المساعدة الفعل المساعدة يكون من ضمن شكل الفعل لهذه الأزمنة الأخرى مع عدى present simple past simple إذن فقط وضعنا is في بداية الجملة وترجمة هل سوف they are going to drink the milk لاحظ هذا الفعل أربع أجزاء ونترجم am أو are going to سوف سيشربون الحليب لتشكيل سؤال فقط نضع are في بداية الجملة تصبح are they going to drink the milk نضع question mark علامة استفان are they going to drink the milk يعني هل س يشربون الحليب وضعنا are نترجم هل سوف أو هل س لم نغير أي شيء في الجملة وضعنا are في بداية الجملة وننهاء بعلامة استفان ننتو إلى هذا الجملة he is going to go to the garden سيذهب إلى الحديقة نلاحظ هذا الفعل is going to go إذن الفعل الرئيس في الجملة هو main verb go كفعل ككل أربعة جزاء كما قلنا is going to go is going to go هذا الفعل في الجملة go كما قلنا main verb فعل رئيسي نترجم is going to سوف go يذهب يعني سوف يذهب ممكن الشخص يسأل go هي نفسها هذه لا لأن دائما تأتي أو يأتي هذا التركيب is going to سوية مع بعض is going to بمعنى سوف هذه بفعل الرئيسي is going to go سوف يذهب short enter إجابة قصيرة دائما وابدنا كما قلنا الفعل المساعد اللي نسأل بي نجاوب بي إذا لاحظ بداية جملة R نجاوب R بداية جملة is 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 he going to help me هل سيساعدني نضع yes كما فلستو وهكذا نقل ببرا ثاني switch is he تصبح he is yes he is نعم سيساعدك no he is not or isn't so فلن يساعدك are they going to be happy هل سيكون سعادة yes no are they تصبح yes they are no they aren't yes they are no they aren't إذن دائما الفعل المساعد اللي يسأل فيه يجب أن نجيب فيه can is is can are أجاوب are وهذا مع كل الأزمين إسمع do أجاوب do does أجاوب does well have have وهكذا لنفي الجملة be future باستخدام is going to are going to am going to فقط بعد am نضع not is not are not ممكن أختصرهم be I'm not لا أستطيع أن أختصر I meant به الشكل هذا كما قلنا في فيديو سابق خطأ is not أختصرها isn't are not aren't أو ممكن أختصر is أضع not he is not they are أيضا نختصر are أيضا نختصر are أضع أصرفي are بكتب not بشكل كامل إذن فقط بعد am is are نضع not he is going to read the new book أو she is going to read the new book سوف تقرأ كتاب الجديد فقط نضع بعد is not تصبح she is not going to read the book أو the new book سهلا إذن فقط بعد is أضع not ونترجم is going to سوف لما نضع not is not going to سوف لن إذن دائما بالنفي نترجم سوف لن they are going to clean the cat سوف ينظفون القطة لنفي هذا الجملة نضع not they are not going to clean the cat إذن لاحظ سوف لن ينظف القطة نترجم سوف لن إذن الشكل نفي be going to فقط am is are نضع not ونترجم ب سوف لن بهذا الشكل تكلمنا عن الحالة الثانية للتعبير عن المستقبل بفيديو سابق تكلمنا الحال الأولى باستخدام well infinitive اليوم تكلمنا be going to infinitive وكيف أشكل سؤال كيف أنف الجملة كيف جواب إجابة قصيرة إن شاء الله بذي فيديو لاحق نأخذ الحالات الأخرى التي من خلالها نعبر عن المستقبل بهذا الشكل أنهينا درسنا لهذا اليوم إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع لايك للفيديو وترك تعليق في نهاية الفيديو لأصولكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته